كشفت الدكتورة نادية البستكي رئيسة قسم الموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران عن إعادة إطلاق برنامج الطيارين المتدربين بعد توقفه مؤقتاً أثناء جائحة كوفيد ناينتين وذلك لمواكبة النمو الذي تشهده الناقلة ليستهدف توظيف أكثر من 600 طيار إماراتي بحلول عام 2030 وأشارت إلى أنه تم تخريج 400 طيار إماراتي منذ انطلاق البرنامج في 2007 والهدف استقطاب نحو 60 خريجاً سنوياً حتى عام 2030 ليصل إجمال الخريجين المستهدفين من البرنامج أكثر من 600 طيار إماراتي وتستهدف الاتحاد لطيران مضاعفة أسطولها وشبكتها وعدد المسافرين بحلول عام 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر